السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كل واحد فين جاته الفقارة واحتى الاغنية العلماء والعاوم الاقوية والضعافة الناس المسؤول الكبار في مناصب عليا حساسة والناس اللي هما ما عندهم خدمة يعني الجميع كتلقى الحالة حتى المتديين كتلقى متديين بالهندام والليحية والمرأة بالحجاب وكتلقى عنده هذا العنصر دي القلق ودي التوتر اللي بغيت نقول في هذا المجال ان اللي يشعر بالقلق الزائد والحزن الجائد واليأس الزائد ارى العلاج ديالو يعني ببساطة انه يراجع ايمانه لان الايمان الصادق القوي النافع هو يعصم صاحبه من ان يكون ضحية لهذه الامرات النفسية الايمان بالله عز وجل واليقين الصادق يجعلك تتعالى عن المشاكل كان عرفنا اسم منين صادقين عندهم مشاكل لا تعد ولا تحصى يعني لو وقعت على جبل لا صار ترابع ولكن مدت منه احتحاجة علاش لان نعنده ايمان قوي ودائما يتسلح بالصبر ربنا عز وجل لك يقولنا اصبروا وصابروا ورابطوا في الصبر اكتر من تسعين مرة في القرآن العظيم ربنا يأمر بالصبر اكتر من تسعين مرة اصبر صبرا جميلا صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة صبر كتير المؤمن عنده هاد زاد يصبر بحل واحد البئر اللي هو كيبقي غرف منه ما كيتقاداش وبالتالي يتحدى جميع المشاكل وكيقول له كي ارميها خلفه كدقى المؤمن بحل هاد الليلة مثلا رأى عنده مشاكل قبل ان ينام يرمي كل مشاكله وراء ظهره كدقى في واحد الحزمة وكيرميها في واحد البئر البئر اللي هو غائر او بحر متلطي من الامواج كيرميها خلفه وغدا في الصباح لما تشرق الشمس يبدأ حياة جديدة يبدأ العداد من السفر كيجعل الكنتوق ازغو وكيبدأ صفحة جديدة بيضاء وكي ينسى الماضي وكيكون مقبل على الحياة ورس ماله ديما وعالي لان رس المال المؤمن هو ايمانه كيلك يضع لي الفلوس كي يأس كيلك يضع لي واحد الفرصة في الحياة كي يحبط كيلك يوقع لي واحد الكارثة كي يشعر بانه ينهار ابدا المؤمن والمؤمنة رس مالهم هو الايمان بالله انا عنثق في الصباح الباكر وقد ذهب عني كل الامتيازات ولكن قد يلقى معي الله ومعي 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 الخير ومعي البركة انا اشعر بانني قادر على المواجهة اسأل الله تعالى ان يرزقنا وإياكم جميعا صبر المؤمنين وان يرزقنا وإياكم الصبر الجميل لان الصبر فيه فيه والصبر الممتاز هو الصبر الجميل الذي قاله سيدنا يعقوب عليه السلام فصبر جميل ان الانسان لا يتأفف ولا يشكو الخالق الى المخلوقين ويرضى بالنصيب ويحرص على ان يجدد حياته ويحرص على ان يمضي يمضي لابد الحياة لابد ان تعيشها لابد من البقاء وان تدفن الماضي دفننا الماضي وننظر الى المستقبل ونعيش اللحظة طولا وعرضا وربنا يبارك سلحاج عزيزي اسأل الله تعالى ان يمتعكم بالصحة والعافية وان يحفظ لك الاولاد والبنات وان يبارك لك في زوجتك الصالحة وان يرحم الوالدين والاجداد ويسكنهم فسيح الجنات وان يجعلك دوما سلحاج عزيزي دائما منارة للعلم والتربية والصلاح والاصلاح اللهم امين اللهم امين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة